النهاردة هنوريكم طريقة سهلة وبسيطة باستخدام التلفون المحمول او بالكمبيوتر لو عندكم او بالطابلت الايباد اللي انتم حابينه تقدروا تعملوا بالطريقة اللي نحولها دي. الطريقة دي تقدروا حيوبيع الشغل في اي مكان انتم عايزينه سوى في اوروبا او في امريكا او في بلاد عربية انتم معادين في البيت. بتفتحه زي ما انتم شايفين كده جوجل. بعدك بتكتب الموقع اللي نحولكم عليه دوك اسمه بعدك اتلو الزهير. بتفتح لكم الصفحة اللي قدامكم دي بتختار اول واحد بعد كده هنا الصفحة اتفتحت بلغة الايطالية عشان انا هنا في ايطاليا لكن لو انتم في بلاد عربية تقدروا عايزين بتخدروا يعني لغة العربية اكتر تقدروا تدوسوا على تلات الشرط وبعد دول. وبتدوسوا هنا انا هنا اخترت ايطاليا لان انا هنا في ايطاليا. بس هنا تقدروا زي ما تشايفين اه مسلا في السعودية في الارجنتين في البلجيك في كندا ما في الامارات في مصر او في اي بلد انتم عايزينها تقدروا تلاتوا الشغل وفي امريكا كل دي بلاد اللي انتم تقدروا تلاتوا فيها شغل. مسلا النهاردة حواريكم زي تلاتوا الشغل مسلا في كندا. بندور على كندا بلد اسم كندا ما هي كندا بتدوسوا عليها كده. كندا زي ما احنا عارفين بيتكلموا فيها سوى فرنساوي او الانجليزي مسلا بنختار الانجليزي. ممكن تخلوها بالانجليزي لو انتم شاطرين يعني في اللغة الانجليزية بتوفيها يعني يعني تقدروا فيها شغل وبتراب بالانجليزي وبس. لكن لو انتم عايزين بلغة العربية تقدروا بتختروها كده. او مسلا لو عايزين شغل تاني هنا مسلا زي ما قلت لكم. هنا ترجمتها عندي باللغة الايطالية عشان انا ايه زي ما قلت لكم هنا في ايطاليا لكن لو عايزين بلغة العربية تقدروا تدوسوك كده التلات ناصب بعض مزي من اللغات. وهي بتختار اللغة العربية. انتم ممكن تترجم على طول فاوري بلغة العربية اه لو انتم في بلغة العربية او باللغة الانجليزية على حسب انتم فين? لو ما ترجمتش اوتوماتيك تقدروا تدوسو زي ما قلت لكم على تلات نقطة هنا وبترطلع على طول. ام مسلا هنا ايه في مشرف تنصيزيف في اقامة مترجمين اه في مدير. تقدروا كمان تختاروا هنا لو عايزين مسلا نوع الوظيفة. يعني ايه بتحددوها ايه هي بالزبط? عايزينها مسلا بوقت كامل يعني عايزين اكتر ما عشرين اه ساعة. ولا عايزين ايه بالزبط? التدريب زي ما انا اتكلمت اه في الفيديو اللي فات ايه هو التدريب? وفي كمان بيكون تدريب مجاني او مدفوع الاجل. فمسلا هنا انا هنا هنحسيب جميع انواع جميع انواع الوظائف عشان بيكون فيه فرص اكتر لانتكي فيها شغل. هنا فيه التصنيف. التصنيف مسلا انتم عايزين ايه? عايزين مسلا بحث علمي ولا التعليم ولا موسطات ولا خدمات شخصية. مم ولا عايزين هي بالزبط. مسلا م انا عايزين ان رعاية صحية ونظافة ايه? انا حسيب هنا جميع جميع فياية الوظائف. وهنا مرتب بتقدروا تتحددوا انتم عايزين كهما figة واشار الف دولار ولا عايزين اulf ولا خمسة واتلسان اف دولار ولا خمسة واربعين ولا خمسة و sigueلا انا حسيبها جميعنا الرواتب وبعد كده هنا تريخ العليم التريخ العليم برضو لو عايزين مسلا الوظايف المحطوطة اخر اربعة وشرين ساعة والاخر سبعين والاخر سبع ايام والاخر تلاتة ايام. حسيب هنا جميع الوزائف. وبعيد بعيد يعني بعيد يعني عشان هنا دلوقتي موجود الكورونا. فبقى عاملين الشغل عن بعض. الشغل عن بعض يعني اللي انت تشتغل في بيتك مسلا او ما تشتغلش في الشركة ذات نفسها. يعني تشتغل عن بعض بس المراتب يجي لك زي ما هو او بتكون مع مطن يعني مع الشركة. اللغة هنا مسلا انت عايز عايز لغة انجليزية ولا عايز لغة فرنسية. المحاسيب يعني الاتنين وكده بعد كده هنا زي ما انتم شايفين كده لو مسلا شفنا مش بتنظيف. نختار مش بتنظيف. من الترجم طبعا لو انتم معارفين انجليزي تقدروا تسيبوها كده لو مش عارفين انجليزي تقدروا تترجمو. وهي بتختار العربية. هنا زي ما انتم شايفين عايزين الوصف الوظيفة الكامل لغات اخرى عايزين لغة تركية او كارادي او عربي ومهارات الاضافية عايزين اه مسكسجلات التدريب. هنا كل الحاجات يعني انتم شايفينها عدد العمل مبني داري مشات تجارة شرفين عمال. مهارات محددة. بتشوفوا طبعا اه اللي هو ازا كان الشهر دوق مناسب لكم ولا لأ. هنا كده على الشهر خمسة عشر اشخاص. يعني هم عايزين خمسة وعشر اشخاص. معلومات موقع العمل. لو انت عندك على الاستعداد للانتكول يعني انت او مثلا في مصر او في الصعودية وعايز تروح كندا. فهنا بيبقى على الاستعداد للانتكول. اللي بقى يعني عشان اللي انت مستعد اللي انت تسيب بلدك وتيجي عندهم. وهنا طبعا ملائمة مبادرة. عايزين مرونة. عايزين اه انت صالش فيه ممتاز. يعني تكون لابك في الكلام وكده وحكيم وحاجات تانية زي كا. لو انت شفت نفسك انك انت قدرتك اوكي ماشي كده. بتقدر تقديم على موقع الشركة. بتدوس التقديم على موقع الشركة. الصفحة بتبتدي تتحمل. بعد كده هنا بتترجم لك الصفحة. طبعا انا هعمل الترجمة الصفحة الى اللغة العربية. لو عافزنا بالانجليزية وعارب اللغة الانجليزية دي بتكون يعني حاجة زيادة زيادة فبيتكون كويس يعني. فاحنا هنا اختارنا العربية. بعد كده بتنزل تحت. بعد كده بتنزل تحت كده. لو لقيت عندك كل دي ببيانات الشركة ياريت روحة كويس الاول قبل ما يعني ما بتبعت الكوريكورم او بتاعك للشركة. لو لقيت اللي انت توقيم ينفع عليك وكده تقول ازهار كيفية التقديم. هنا اهو زي ما انتو شايفين ازهار كيفية التقديم. بيقولك اه شايفين كيفية التقديم بالبريد الالكتروني. اه هو الايميل دا ويقوم بتضمين هزه الرقم وما ارجع في طلبك. هنا طبعا مسلا ده عرض من العروض لكن انت طبعا هتقعد وقت اكتر تشوف اه حاجات تانية اه تانية مش الوظيفة دي بس انا قلت الوظيفة دي كده يعني لكن انتم طبعا على حسب انتم ازا كنتم انتم في كندا ازا تنفسها وبتدوروا على شغل من هناك ولا انتم مسلا في بلاد عربية وعايزين تروحوا كندا يعني عايزين تهاجروا شوفوا كل وظيفة هي بتقول ايه هنا مسلا بيقولوا كيفية التقديم هنا حاطين البريد الالكتروني بتدوسوا عليه وبتبعتوا بتاعكم وبتحطوا رقم دو كده بس طبعا على حسب يعني كل واحد مسلا هنا عايزين خبرة كمان من اقل من ثلاث سنوات من سنتين الاقل الحاجات زي كده يعني يعني هنا ايه بتشوفوا الوظيفة عايزة ايه بتقولوها كويس وبعدك لو كويس ديه يعني ينفع عليه بتقدم سي في بتاعك لو حابين اقدر اوريكم في فيديوهات قادمة ازاي تقدر تعمل سي في تقدر تقدم فيه لاي بلد سواء في اوروبا او في امريكا او اي بلد انت عايزها سي في بتاعك اه اعرفونا في الكومنتات لو حابين اعملوكم فيديوهات تانية هنرأورية المطلوبة للعمل في بلاد اوروبية وبلاد امريكية وغيرها من البلاد وكمان نعمل مع بعض هنوريكم مسلا نوع يعني وظيفة اخرى ده طبعا لو عايزين اه في كندا لكن لو عايزين مسلا في بلاد تانية ممكن تقولوا البحث هنا بتختاره كده وتبحث عن استراليا او اي بلد انت عايزها لو مسلا ايه انت دورت مسلا في المانيا المانيا بتكلموا تديسكو انت مسلا مش عارف اللغة الالمانية كويس او مش عارفها اصلا طبعا هنا ازاي حاتول لازم تكتب اول ما تبحث عن العمل لازم تكتب اسم الوظيفة باللغة بتاعت البلد بتاعتها يعني مسلا هنا لو انت بتدور على مسلا اه نقول الدكتور مسلا او اه مثل الدكتور مسلا او ممرضة او ممرضة مثل ممرضة ممرضة يعني كده بالالمانية باللغة الالمانية ناخد نسخ بعد كده ندخل على اسم الوظيفة بعد كده هنا بنقول لصق بعد كده نقول ايه يعني لنا وظيفة بنختار الترجمة وبتطع لنا اللغة العربية ممرضة زي ما انتم شايفينها كده عايزين نفس الحاجات عايزين مسلا انو على عمل ايه اه التعاون مجاني زي ما انا قلت لكم التعاون مجاني دوك اه كلام تعريفة الفيديوهات اللي فاتت وغيرها وفيه كمان زي ما قلت لكم نفس الحاجات التانية عايز مسلا تاريخ النشر امتى عايز مجال مهني ولا عايز مسلا اه القبض بيكون كام بالزبط الحاجات دي كلها تقدروا تاخدوها انتم وشوفا انتم وطوروها ويبقوا هنا كل الانواع ولو عايزين مسلا تسجلوا نفسكم في يعني في الموقع دوك بطريقة سهلة وبسيطة تقدروا تدخلوا يسجل وبعد كيانا تختاروا مسلا الايميل وكلمة السر لو عندكم اه دوك لو انتم مسجلين فيه لكن انتم لو مش مسجلين فيه تقدروا تدخل تسجلوا الدخول مسلا استخدام الفيسبوك او بايميل حان نختار مسلا استخدام الفيسبوك طريقة دي لما بتيجوا تسجلوا الدخول بت يعني بتسرع لكم اللي انتم تسجلوا في وظيفة سهلة وبسيطة بتعملوا التسجيل فهو بيسجل اه بيدخل مع نفسه كزا ما انتم شايفين تقدر كمان تفعلوا الجرز على اساس يعني لو اه مسلا لو اي وظيفة قاتلكم تاني وكده بتشوفها من هنا لو في وظيفة جديدة او مسلا وفي رسيل جات بتدار بتشوفها من هنا بس طبعا عشان انا لسا عاملة اه دوق جديد وكيفة ما فيش اي رسيل ولا اي حاجة وبس كده الفيديو بتاعنا يكون خلص دلوقتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر